السلام عليكم لبنات كدير اللي بس عليكم نتمنى انتم اكاد تشاهدوا هاد الفيديو تكونوا في احسن الاحوال الوصفة ديالها لهاد النهارة خاطيرة قسمة بالله العلي العظيم الى غزالة قاعد الناس اللي كان يعانيهم التصبغات اللي عندهم الكلف اللي عندهم انه مش التجاعيد وصفة مجربة النتيجة ديالها كاتبان من اول استعمال وبغيت نقول لكم البنات انا قبل ما ندير اي وصفة ونحطها ونحطها لكم حتى نجربها ونعاود نجربها وتبليع تعطيني نتيجة عاد كنحطها لكم هاد الوصفة دي كما كتشوفوها وما المكوينة ديالها يعني فياش مكوينة بزاف عندنا نشط دورة وعندنا السابونة دوف وعندنا البرتقال وحدة برتقالة وعندنا كوكونات اويل وعندنا الخرقوم نتمنى البنات انكم تجربو هاد الوصفة لان افغيمو غزالة غاني نبدو الوصفة ديالنا على بركة الله كما تشوفونا عندنا الورانج يعني غادي نحيدلو غير الجلدة دياله غادي نستعمل غير القشور دياله غادي ننقيها كلها باش هاد القشور هاد هم هما اللي غادي نستعمل في الوصفة ديالي بالنسبة للقشور ديال البرتقال اللي كما كشوني غادي نستعملو فهو كيحتوي على الفيتامين سي وعلى الكالسيوم ومضادة الاكسادة اللي كتحارب لنا الجذور الحرة وكذلك بالنسبة للدور دياله فهو كيحيد لنا التصبغات والبقعة الداكنة وكينظف لنا البشرة وكيخلصها من السموم والبكتيريا اللي كتسد لنا المسام وبالسبب دياله كييبانو لنا البطور بعد ما نقيتها من القشور هاتو ما كنمشو غادي نستعمل غير القشور ديالها غادي نجيب واحد الكاسرونة اللي غادي نحط فيها القشور وغادي نضيف لها الماء غادي نغليهم غادي غالبا اه واحد عشرة طقائق لماكسيمو هكاك بشتغلو لان بغاية القشور يطلقوا يعني يطلقوا قاعد المواد ديالهم في الماء توما كيما كتشوفوا كيما كتشوفوا اذا السابونة اللي ضيجة كان استعملتها في الوصفات كنخليها ديال الوصفات غادي نحك هدا باب لانا غادي نستعملها واحد المعلقة كبيرة بحل هكاك ديال سابونة ضوف اما بالنسبة لبنت السابونة ضوف راكم معارفين يعني الاغلبية كي استعملوها باش يغسلوا الوجهة ديالهم فهي كترطب لنا البشرة وكتحميها لنا من الجفاف وكتعطيها واحد النظارة وكتولي ارطبها يعني بلا في الوصفات كنستعملوها عادي غادي نحط هاد السابونة ضوف على جنب وغادي نصفي ذاك للقشور ديال الورنج اللي كنت ضيجة كمشتو سلقتو غادي نصفيهم وغادي نستعمل هاد المهادو هاد المهادا يكون سخون يعني مش يتخلي واحد يبرد غادي نضيفه هو سخون باش صابون ضوف يدوب لي وغادي نحط كميه ديال الضوف اللي ضيجة حكيتها من قبل وغانتوما كما كتشوفو واحد معلقة كبيرة ديال السابونة ضوف وغادي نضيف ليها هاد المادي القشور ديال البرتقال اللي صيبتوهم من قبل خاصوه كما قلتليكم يكون سخون باش ضوف يدوب لينا سافي وغادي نخلطهم مع بعضياتهم حتى يبدو ضوف داب صراحة لبنات نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة لان انا عجباتني صراحة بغيتكم تجربوها لان غزالة وغادي تعجبكم وغادي تفرحون من نتيجة ديالها ان شاء الله هذا الوصفة كان هنا نضيف صراحة نشط ضورة وغادي نضيف ملعقة نشط ضورة لهاد الخالط ضوف و الأورنج وغادي نخلطهم جيد حتى ينسجمون ليها مع بعضياتهم فبالنسبة للبنات للنشط ضرافة هو يبايد لنا البشرة لأنه يحتوي على الفيتامين A ويساعد لتخفيف من البقع الذاكنة وتفتيح البشرة ويشد لنا البشرة يعني يحيد لنا التجاعد لنكنف البشرة وينعمها يعني يرطب لنا البشرة ويحيد لنا الخلايا الميتة ونضيف معلقة صغيرة الخرقوم بلدي ونخلط هذه المكونات مزيان مع بضع ضياتها بالنسبة للبنات للخرقوم بعدما تغسلوا الوجه الصابون لا يبقى في الوجه كيتحيد منين تغسلوا الوجه قبل الماء كي يبلك الوجه الكسفر ولكن تعودوا تغسله بالصابون لا يبقى شباتاتا في الوجه يعني بلما تخلعوا بلوانو منين تغسل وجهكم ويباللكم بقى صفار غير غسلوا بالصابون ولا تبقى صفاريا في الوجه ديالكم أنا بزد الوصفة ديالي كنستعملهم وكندير فيهم الخرقوم لانا فغيمو صراحة يعطي نتيجة زوينة دابا غضي نضيف الزيت ديال الكوك غضي نضيفها واحد شوية يعني ربع معلقة ديال زيت الكوك وغدي نخلطهم زياد مع بعضياتهم هاد المكونات هادو عندهم واحد الفوائد كتيرة على البشرة وخصوصا مني كان جمعهم كلهم واحد النصيحة لكم البنات دائما اعتنيوا بالبشرة ديالكم بالوصفات الطبيعية وبالمرطبات يعني دائما بعد ما تديروا اي وصفات غسلوا الوجه ديالكم وتنشوه ترطبوا الوجه ديالكم يكون حاول يكون عندكم يعني شي كريم ديال النهار وكريم ديال الليل لانه الاعتنيتوا بالبشرة ديالكم غا تبقى ديما شابه ديما زوينا دي يعني حتى النفسية ديال الانسان كتتحسن من بعد ما خلطنا هادو المكونات كلهم مع بعضياتهم هاتو ما كيما كتشوفو الخالط اللي احسننا عليه صافي دابا غادي انطبقوا على الوجه ديالي ودائما قبل ما تديروا اي وصفة خاصة تكون البشرة ديالكم المقية هادو الوصفة هادي كندير انا الوجه ديالي ولا الرقبة ديالي صراحة اغزاله بامكانكم تديروها حتى الجسم ديالكم كله يعني كما قلت لكم كاتبيض كاترطب اغزاله اه انتو كما مشتو اه كنديرها على الوجه ديالي كله وعلى الرقبة ديالي وكنخليها عشرين دقيقة وكنغسل الوجه ديالي بالما دافي باش كيتحلو لي المسامات ومبعد كنعاود نغسل وجهي بالما بارد هادو الوصفة هادي اه حاولوا تديروها جوج مرات في الاسبوع والنتيجة كاتبا من الاستعمال الاول هاتو ما ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تشوفو يعني من الاستعمال الاول غادي تبليكم نتيجة ووصفة غزاله ومجربها عن تجربة المهمة البنات هدا هو الفيديو ديال هاد النهار نتمنى انه يكون الاعجاب ليالكم ونتمنى انني نكون نفيدكم بشي حاجة ونتمنى كذلك انكم تجربوا هاد الوصفة لانه غزاله كما قلت لكم ونعاود المهم الى اعجبكم الفيديو ديروا لياللايك وخليوا ليالتعليق وكنوا للناس لاول مرة كيشوفوا القناة ديالي يشاركوا فيها ويضغطوا على الجرس بجدائما يبقوا يصليهم جديد خليتكم على خير ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة